تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمن مكرس طيع خادم أتعلم الحب دستور يسوع الكلمات أنمو بالحجمات والنعمات أتشبه بالمسيح الميذ لسيد المسيح الميذ للميذ وأعيش بالمسيح الميذ أهلا بكم في مؤتمر الحوار المسيحي الإسلامي في كل سنة نعقد مؤتمرا صيفيا للكنيسة مش كنستنا بس لكن كل الكنيس بتعمل كده وكرت مرة خارج المربع يعني خارج التفكير التقليدي اللي احنا تعودناه لماذا لا نعقد مؤتمرا للحوار المسيحي الإسلامي أنا بسألكم بسأل الكنيس بسأل الخدام والأسوس وكل مسؤولي عن الخدمة لماذا لا نعقد مؤتمرا للحوار المسيحي الإسلامي بفعل طلبت من كل من يرغب في حضور المؤتمر السنوي أن يدعو صديقا مسلما يحضر معنا مؤتمر للحوار كانت الفكرة غريبة في بادي الأمر لكن البعض رحب وقرر دعوة صديق مسلم لحضور مؤتمر للحوار وحتى يكون الأمر مقبولا أمنيا كتبت خطابة رسميا للدكتور محمد حمدي زأزوء وزير الأوقاف السابق أو الأسبق في ذلك الوقت وطلبت منه موافقته على مؤتمر الحوار وطلبت ترشيح الشيخ إبراهيم رضا إمام مسجد الخازندار القريب من الكنيسة اللي أنا كنت موجود فيها في شبرانوزا ليكون متحدثا عن الجانب الإسلامي فوافق الوزير المحترم على عقد هذا المؤتمر فوافق الشيخ إبراهيم رضا ووعد بدعوة بعض الإخوة المسلمين من المسجد لحضور المؤتمر فرحبت بهم فكرة يعني جديدة وجميلة ولقيت ترحيب فكرت بدعوة صديقي المهندس رمضان ودعوة الحجة منى مجرسة اللغة العربية بالمدرسة الإنجلية فوافقت بشرط حضور زوجها المحامي كل واحد من أصدقاء المسيحيين قام بدعوة صديق مسلم للحضور البعض وفقه ورحبه بالفكرة والبعض عرضه طبعا بيحصل كده لكن في النهاية وصلنا لأسكندرية وكان عددنا حوالي 65 شخص 30 منهم مسلمين واحد منهم مأزون شارعي صديق القص رفعة فكري واحد من جماعة الإخوان المسلمين وكسرين من المحاميين والصحفيين والناس منفتحين في المجتمع وبعد وصلنا لمقر المؤتمر بالأسكندرية بساعة حضرت قوات الأمن إلى مبنى المؤتمر مباحث الإسكندرية وشرطة العامرية وأمن الدولة أنا سلمت مزير بيت المؤتمرات اللي هو كان الشيخ زهر في الوقت ده خطابا معتمدا من السيد وزير الأوقاف بعقد المؤتمر فلما جي الأمن سألناهم إيه المشكلة؟ كان ردهم غريب جدا إحنا خايفين عليكم من المسلمين المتشددين طبعا جرأت أصدقاء لنا وجاين معنا خايفين على إيه؟ المهم يعني في الليلة الأولى للمؤتمر عقدنا أول ندوة بعنوان الله في المسيحية والإسلام المسيحين بيؤمنوا بالله والمسلمين بيؤمنوا بالله طيب هل في فهم زي بعضهم ولا في اختلاف؟ وتحدث عن الجانب الإسلامي صديقي الشيخ رمضان سبق وتكلمت عنه وعن علاقة به من حلقة سابقة بدلا من الشيخ إبراهيم الذي اعتذر عن الحضور لأسباب أمنية الشيخ رمضان قال عن الإيمان المسلم بالله أنه نؤمن بإله واحد الذي لا شريك له سبحانه الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ده معروف تحدث عن الجانب المسيحي المهندس إمير رمزي وقال أن المسيح علمنا في مرقس 12-29 دي الآية المهمة لنا أن أول كل الوصاية هي إسمع إسرائيل الرب إلهنا رب واحد ثم أخذ في سرد عشرات الآيات من الكتاب المؤدس التي تتحدث عن التوحيد في المسيحية مثل متى 14 حين أذن قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبب أو الآية اللي بيعرفوها المسيحين كتير في عقوب 2-19 أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويقشعرون حقيقة المسلمين الموجودين أغلبهم فجأوا بالتوحيد المسيحي لكن أغلبهم كل أسف يؤمنون أن المسيحيين مشركون بس إحنا أثبتنا العكس والنتيجة لذلك كتبوا الكثير من الأسئلة أنا طلبت في نهاية المحاضرة اللي عنده سؤال يكتبوا فعطينا أوراق لكل الحاضرين من المسلمين والمسيحيين إن جاءت كل الأسئلة من المسلمين طبعا ما قدرناش نكمل إن جايين من صفر كتير نزلنا للعشة والحقيقة لا أنسى إن بيت المؤتمرات قدم عشة فاخر جدا وخصوصا إكراما للضيوف المسلمين هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها مسلمين ملتحين وأخوات محجبات في هذا المكان كان فرصة حلوة إن إحنا نكرمهم على الأل بعد العشة استكملنا إجابة الأسئلة الموجهة من إخوتنا المسلمين عن معنى التوحيد الجامع في المسيحية وما الفرق بين التوحيد في المسيحية والتوحيد في الإسلام وما معنى عبارة السلوس الأخدس ومعنى الآب والابن والروح القدس كانت الإجابات رائعة أزهالة الحاضرين إن الله الواحد في المسيحية جوهر واحد زي ما هنشوفه على الشاشة دلوقتي الآب والابن والروح القدس إله واحد نحن نؤمن بإله واحد الآب والابن والروح القدس ده إلهنا الواحد جوهر واحد لكن له ثلاثة أخانين نحن لا نؤمن بأكتر من إله خلينا نخرج الفاصل ونرجع نستكمل عن ما حدث في مؤتمر الحوار المسيحي الإسلامي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنا أبدع حضراتكم من هذا المؤتمر سواء مؤمنين أو خدام أو قصوص أو كهنة أرجوكم نحن في عصر الحوار نقيم مؤتمر للحوار المسيحي الإسلامي خلينا نفتح الباب والفرصة لإخواتنا نسمحهم ويسمعونا نسألهم ويسألونا ونعبر عن محبة المسيح ليهم بطريقة عملية في بيوت المؤتمرات الكثيرة اللي احنا بنجتمع فيها ونفتح فرصة للحوار مع المجتمع فرصة حقيقية للحوار طبعا أنا بتمنى أن يجي اليوم يحدث في حوار مسيحي مسيحي مع الطواقف والمذاهب المسيحية احنا خلاص في عصر الحوار احنا مفروض نقيم حوارات حقيقية وهنصل إلى نتائج إيجابية الشيء الثاني اللي أنا بتمنى أن احنا نحفظ الثلاث آيات دولة مرقص 12-29 أجابه يسوع أن أول كل الوصاية هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد ونحفظ متى 4-10 الرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ونحفظ يعقوب 2-19 أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويخشعرون يعني مش كل واحد يقول يا مؤمن بربنا ده صح ده حتى الشياطين بيؤمنوا بأن فيه إله واحد ينزعجوا ويخشعروا محتاجين نساعد إخوتنا المسلمين يفهموا إيماننا صح إحنا الموحدين الحقيقيين بالله التوحيد الجامع في المسيحية هو التوحيد الذي يعبر عن الله بطريقة صحيحة الله والآب والابن والروح القدس جوهر واحد إله واحد آمين نحن لا نشرك مع الله أعد ده كان أول يوم في المؤتمر بصراحة قضينا وقت حلو في الألعاب الجماعية دي فكت الحاجات الرسمية والإعلاقات الرسمية وبقينا نتعامل مع بعض كبشر بنحترم بعض وبنحب بعض لكن في اليوم التاني تكلمنا عن موضوعين في الصباح تكلمنا عن الصلاة في المسيحية وفي الإسلام صديقي الشيخ رمضان أدم كلام عن الصلاة في الإسلام فقال إن الصلاة فرض فرضاه الله على عباده المسلمين وهذا الفرض له مواعيد مهمة في الصلاة في الفجر والظهر والعصر والمذرب والعشة لأخ إمير رمزي يتكلم عن الصلاة في المسيحية وقال إن الصلاة هي حديث الحب وبيدافع الحب وليس هناك أي فرض في الصلاة لكن هي فرصة فيها نتحدث مع الله ونتكلم معه وبعدين أرى نصين في الإنجيل خلصا في إنجيل متة في عزة الجبل أصحاح 6 كلم عن مقاله المسيح عن الصلاة في عدد خمسة المسيح بيقول ومتى صليت يعني أي وقت في المكان في أي مكان أما حاجة متى صليت فلا تكون كالمرأين ما لهم المرأين بيتظهروا بأنهم بيصلوا أو بيروح الكنيسة أو بيروح المسجد فأنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك الغرفة بتاعتك واغلغ بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء اللي محدش شايفه بعنينها فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علنية طبعا كلمة أبوك دي عظيمة جدا الله أبونا أعظم حاجة علمنا المسيح الله أبونا وحينما تصلون لا تكرروا الكلام بطلا كالأمم فأنهم يظنون أنه بكسرة كلامهم يستجاب لهم فلا تتشبهوا بهم لأن باكم يعلم ما تحتاجون أن تسألوه بعدين مع بعضين قلت لهم تعرفوا الصلاة اللي علمها المسيح تلاميذم أيها لأ قلت لهم خلينا نتعلمها قلت لنا نرنمها ونقولها مع بعضين فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم واخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن أيضا للمزنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير لأنك الملق والقوة والمجد إلى الأبد آمين صراحة أمسكت نفسي عن البكاء وأنا أرى خليقة الله من مسلمين ومن مسيحيين يصلون معا الصلاة الربانية حاجة جميلة جدا أنك تشوف وانت واقف جنبيهم أخواتك المسلمين بيرفعوا الدعاء ويقولوا أبانا الذي في السماوات دي كانت الفترة الصباحية في المؤتمر بنتكلم عن الصلاة وطبعا الموضوع التبير أنا بقول بس العنوين في فترة المسائية الساعة 6 ويعني فيها 4-5 ساعات فقررنا أو البعض قرر نحن نقيم مباراة في قرة القدم بين أغلب أعضاء المؤتمر ليش حاجة اسمنا مسيح ومسلم فرصة رائعة نتخلى عن الملابس الرسمية ونعود لمرحلة المرح وننعب سويا مع بعضنا البعض كبشر ما أحلى بساطة الإنسان خصوصا هم بلعبوا مع بعض كنت تسمع شوط يا محمد هات يا مرؤس براو يا حسن شكرا يا مايكل الهدف الأول سجله وحيد فتعالت الهتفات وتعانق اللاعبين مع بعضهم البعض حقيقة حصلت في الفترة المسائية كانت المحاضرة عن حوء الإنسان هو الإنسان موضوع مهم في المسيحية وفي الإسلام فقال الشيخ رمضان أن الإسلام يحترم الحريات الشخصية بشرط عدم الإساءة في حرية التعبير كان معنا القصة إكرام لمعي يتكلم عن الحرية الشخصية أساس ثابت في المسيحية وأن الله سبحانه هو مصدر الحرية وعلينا أن نتعلم كيف نحترم حرية التعبير ونحترم الآخر المختلف عني في التفكير كان في بعض رجال الأمن قاعدين معنا في المحاضرة فطلبت من القضاء من اللي كانوا موجودين أن الأمن يعبر عن رأيه في حقوق الإنسان يعني جاتني فكرة كده وبالسرعة رفع الأخ أيمن يده سألته ماذا تريد ده مسلم متشد قال ما فيش حقوق إنسان في الأمن طولي عمي انتظر قليلا الأمن بيصهر على سلامتنا وبيهتم براحتنا وسلامة البلد رفع أيضا تاني ما لك الأمن يصهر على سلامة الكرسي طبعا تفارم فهمين الأصدق إيه جود كهرب وحمر وجه بضابل خجلا أو غيزا وقال نحن نعمل على حماية البلد ونصهر نهارا وليلا على حمايتكم ونؤمن بما جاء في وثيقة حقوق الإنسان هي كانت محاضرة مهمة لكن على الأل أخذنا أفكار بعض واحترمنا بعض وكل واحد عبر عن الآخر رغم أن المسلمين المتشددين يروا أن الأمن لا يحترم حقوق الإنسان والأمن يرى أن الجماعات الإسلامية لا تعرف أي شيء عن حقوق الإنسان آخر محاضرة في المتمر كانت في صباح الجمعة عن المرأة في الإسلام والمسيحية يعني ده موضوع كلمت عن التوحيد كلمنا عن الصلاة كلمنا عن حقوق الإنسان كان آخر محاضرة عن المرأة حقيقة عطيت فرصة لعدة أخوات سيدات من الإسلام المسيحية تكلموا فالمرأة المسلمة عامت الأخت الحجة مونة وقالت أن الله أكرم المرأة ثم أعقبتها أخت مسلمة أخرى فقالت بالحرف الواحد أنا غيرانة من المرأة المسيحية بسبب الأمان الذي تتمتع به في بيتها فهي لا تتعرض للتهديد بالطلاق ولا بالزوجة الثانية ولا بالضرب أو أي أمور أخرى جي مسلمة بتقول كده فتعالت أصوات المسلمين بالإستنكار والاعتراض طبعا ما قدرتش أن أنا سيطر على الموقف فجبت كل واحد بالراحة يعبر عن رأيه جي الشيخ أيمن وقال لا يحق لها أن تقول مثل هذا الكلام ويعني عبر عن رأيه الإسلامي أن المرأة ليها حقوق وكل حاجة وقامت صحفية فتاة مسيحية وقالت لو أنا زوجي مهندس وعايزة أبني عمارة أنا علي أن أنا أسمع لي أنه هو متخصص في الإنشاءات ولو أنا واخد بيكلاريوس تربية وعايزة أربي أولادي بطريقة حديثة وطريقة عاقلة جدا زوجي لجب أن هو يسمع لما درسته عشان نقدر نربي أولادنا بطريقة صحية الحقيقة كانت إجابة أكتر من رائعة المهم أن إحنا نحترم ونقدر ونقبل بعضنا البعض ونحترم كل واحد في أفكاره سؤالي لكل مشاهد هل ممكن تشجع كنستك على عقد مثل هذا المؤتمر أنا عارف يمكن تستغربه لكن دي كانت فرصة ذهبية أنا لا أنساها حاجة أكتر من رائعة جربوها ما تخافوش عملوها على نطاق داية أو عملوها على نطاق أكبر أو عملوها على نطاق صغير جدا عشر خمستاشر واحد من مسلمين ومسيحيين ممكن تعملوها في الأول يوم واحد أو لقاء واحد بس نفتح كنايسنا للحوار نفتح اجتماعاتنا للحوار نفتح مؤتمراتنا للحوار لحد إمتى هنغلق على نفسينا الإنجيل وتعليم المسيح بتشجعنا أن احنا نفتح الباب لكل الناس كنت تحب اللي يحبك فأي فضل ليك هليس العشرين والخطاء يفعلون هكذا يعني إذا أحببت اللي أنت بتحبوهم هم ما بيحبوك إيه الجديد اللي أنت عملته عشان كده إحنا محتاجين نقبل فكرة المؤتمرات الحوارية بس أنا عايز أحذر بعيدا عن المجادلات بعيدا عن المناظرات بعيدا عن التجريح ثلاث حاجات يجب أن احنا نحترس منهم يعني إحنا في المؤتمر اللي عملناه في المؤتمر الحوار كنا بنسمع للآخر بشكل واضح جدا وبأذن صاغية جدا وبحرية حقيقية وعطناهم من الوقت للتعبير عن رأيهم ده نضوك ده نضوك حقيقي أن احنا نصل إلى هذه المرحلة اللي فيها نحترم بعضنا البعض ولا نجرح في الآخر ولا نهاجم الآخر دي فرصة ذهبية إذا عندك حاجة حلوة قدمها إذا عندك إيمان حقيقي قدمه إذا كان عندك إيمان حقيقي بربنا اظهره وضع حقيقة الإيمان المسيحي لكن كمان عايز أقول بكل صراحة هل إحنا عندنا حب للناس المختلفين عننا في الفكر وفي الرأي هل عندنا رغبة في أن إحنا نوضح إيماننا المسيحي للأخيرين طب فين إذا إحنا أفلين الباب وهم أفلين الباب مين فينا يفتح الباب هل ننتظر أنهم اللي يدعونا ولا علينا أن إحنا ناخد المبادرة لإقامة حوارات حقيقية تساعد كسرين على أنهم يعرفوا إيماننا بطريقة صحيحة أنا بقى ناشط كل من يسمعني افتح بيتك لأصدقائك المختلفين معك افتح بيتك للملحدين وللمسلمين وللبوزيين وللهندوس وللمختلفين أيا كان خلفيتهم اسمحهم قبل ما تكلمهم اسمحهم أولا اعطيهم أذن صاغية واسمع لأفكارهم وماذا إيمانهم أنا فاكر مرة من سنوات طويلة سمعت واحد هندوسي كان عنده أفكار كتيرة جميلة تستحق أن هي تسمع وتعاش على الأقل يعني ما عرفتش أنهما بيعبدوا البقرة زي ما إحنا فاهمين ما بيحصلش كده أنهما بيعبدوا الحب والحنان والعطاء الموجود في البقرة كان أول مرة أسمح حاجة زي كده لكن على الأقل إحنا النهاردة في المجتمع اللي هو بيسموه العولمة وفي السوشيال ميديا المفتوحين على كل حاجة خلينا بدلا ما بنتكلم في كلام رخيص أو نضيع وقتنا في حاجات لقيمة لها خلينا نفتح وقتنا وبيوتنا وكنيسنا واجتماعاتنا ومؤتمراتنا لحاجات جديدة نتمنى يكون فيه كثيرين بيستجيبوا لهذا النداء اللي بقوله عن خبرة وعن فعلا اختبار عملي حدث أنا حطيت العنوين وقلت بسرعة الأحداث اللي حصلت في يومين ثلاثة في المؤتمر لكن ما قدرتش أشرح كل حاجة إن الوقت لا يكفي لكن على الأقل لا أنسى إن كل الناس في نهاية المؤتمر اجتمعوا معا عند الأوتوبيسات أو الميكروباسات أو السيارات محدش عايز يمشي لا مسلمين ولا مسحيين بيعملوا إيه؟ بيتبدلوا التليفونات عايزين نسمع صوتك عايزين نتصل ببعض عايزين نشوف بعض مرة تاني ما تكونش دي آخر مرة إلا حصل؟ إلا حصل حب حقيقي للبشر ومحبة الله إن سكبت في قلوبنا بالروح القدس حدث تغيير في مفاهمنا ناحية بعض ما بقناش نكره بعض ده ينهي كتير من الصراعات والمشاكل التي لا حل لها لا عند الحكومات ولا عند المسؤولين لكن عندنا إحنا كمواطنين صالحين لبلدنا نقيم حوارات تدعم العلاقات الإنسانية وتعلن عن إيمانك بطريقة محدش يزعل منك محدش يزعل قومك الزعل مني هو الأمن لأن نفهم إن إحنا كده بنصل إلى عمق المجتمع وهو مش عايز كده لكن على الأل الحوارات لا يستطيع أحد أن يمنحها اليوم إذا قدمناها بشكل محترم يليق بإيماننا المسيحي هي دعوة ربما تكون غريبة ربما تكون جديدة ربما تكون ما جربناش قبل كده بس أرجوكم جربوها واللي يحب أننا سعدوا فيها أنا مستعد في أي مكان في الدول العربية أو في الغرب حتى نقيم مؤتمرات للحوارات المسيحية الإسلامية نقدم فيها إيماننا بصورة هادئة تشجع الناس على معرفة المسيح ومعرفة الحق المطلق ونترك لهم الحق في أن يختاروا ما يشاءوا إذا الله بيقول كده الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون الله لم يضغط على إنسان أن يؤمن به بل بيشرق شمسه على الأشرار وعلى الأبرار يريد أولاد الله يكون عندهم هذا القلب عشان كده بعدها بيقول كونوا كاملين كمال المعاملات عشان تقدروا تتعاملوا مع الآخرين بطريقة صحيحة ربنا نساعدنا نخرج عن التقوقع اللي احنا تعودنا وعن المؤتمرات اللي احنا عامين نعملها النفسين وتركين العالم كله بعيدا عننا ربنا يفتح أبواب جديدة ويستخدم الكسرين عشان يقيمهم مؤتمرات حقيقية فيها نعبر عن محبة الله لكل البشر ربنا معاكم يساعدكم على اختبارات جديدة تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتواضع القلب مؤمن مكرس مطيع خادم أتعلم الحب دستور يسوع الكلمات أنمو بالحجمات والنعمات أتشبه بالمسيح الميذ الميذ لسيدي المسيح الميذ الميذ وأعيش بالمسيح الميذ